السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح في الفيديو ده المحاضرة الخمسة من ماد السيرابيوتك بعنوان سترنسنج تمام. اول حاجة هنعرفها في المحاضرة ديت اللي هي ايه تعريف سترنس تمام. ايه هو السترنس. بوساطها السترنس ده مصطلح باستخدمه عشان اعبر عن قوة المصر تمام قوة المصر. المصر بتقدر اه فيها سترنس كافة ان هي تعمل مثلا الوردر زي انا عاوزها ولا تمام. فهو بوساطه هنا بيقولك هو في المصر او في مصر ان هي تطلع. طب ليه بتعمل عشان تعمل تمام? يعني بوساطة ده هو في المصر او المصر تمام? عشان تعمل اه الحاجة اللي انا هتطلبها من المصر. بوساطة انا انا عاوز حركة دي كده عشان ارفع كتابة او امسك حاجة. تمام? فده هو طلب ليه طلبه من المصر. تمام? طيب. التنشن ده برودوس سواء كان ديناميكلي او استاتيكلي. اما المصر بيحصر فيها حركة. اما استاتيكلي انا بس ايه عامل هولد للحاجة. تمام? ده تعريف ايه باختصار. عندي اه هنا بيقولك ايه? مي ريفير تو ادكوت او افريج سترنس او سنجل مصر او ابيرسون. يا وساطة ايقولك النيرمال السترنس هو السترنس الكافي ان المصر تقوم بوظفته. بس يعني اللي هو السترنس العادي. تمام? برضه بيقولك ان هو ممكن تفايل تعريف تانييني هو الامونت او الديجري فل السترنس اللي هي كمية القوة او كمية الباور اللي المصر بتعملها عشان او ده تعريف تاني. هنا بعدين عندي دول مهمين خالص تمام? دول نحفاظهم. الفاكتور اللي هتأثر معاه في بتاع المصر اول حاجة طبعا تمام? ده اللي هو ايه? بتاع المصر نفسه. المصر كبيرة ايه ولا سغيرة وكده. تمام? طبعا كل ما يكون او كل ما يكون او او كل ما يكون ستزفوا المصر اكبر. تمام? كل ما هيطلق لقيه ايه? اقبر. اه قال لك. تمام? ودي عارفينها ان هو لما المصر تبدأ من بتاعها اللي هي تعمل لها وتبدأ تمام هتطلع اقل. تمام? دي عارفينها اللي هي. تالت حاجة اللي هي. تمام? دي معناها ايه? دلوقتي انا عندي المصل مسلا مكونة من موطور او مش مقولك موطور 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 ركزة فيها اتنين مليون اه موتوريونت. تمام? بيشتغل منهم مليون موتوريونت تمام? بيشتغل مليون بس. تمام? والمليون مريحين. فدي مسلا بتطلع مسلا فنقل بخمسة. طب فيه عضرة تاني اه اه اللي فيها. او اللي فيها. مسلا هنقولي ان هما مليون ونص. بس مليون ونص در بيشتغلوا كلهم. كلهم تمام? فبالتالي العضرة اللي بتشغل موتور اكتر تمام? او بتشغل اكتر. فبالتالي هي هتطلع لك تمام? او هتطلع تمام? عم حاجة نركز ان هو بيقولك اه بيشغل اه نمبر تمام? مش مش بس لازم يكون تبقى موجودة. اه طيب ده بيأثر برضو على اللي بتطلع او التنشن التطلع بمعنى صحي يعني انت في عندك لو انت بتعمل اكسنتريك كونتراكت بتطلع عالي تمام? او بتطلع عالي. اما لو بتعمل اه اه اقل بتعمل ايزومتريك ده اللي هو في المتوسط. تمام? لما احنا عارفين كل ما يبقى فيه كل ما الاتطلع اقل او التنشن اطلع اقل. فلما بتبقى او بطيء تمام? بيطلع اللي هي او تمام? اه تمام? اه تمام? في حاجات بتحصل اه في تمام? بعدها بتعدل لزيدة السترنسة عندي. زي الهايبر اوتروفي. الهايبر اوتروفي عارفينها طبعا العضلة اللي حصل فيها من كتر التمرين. فبالتالي ايه بيحصل لها ويزيد اه زيد حجم الموجودة في العضلة. فبالتالي يزيد الهايبر اوتروفي. اه تعرف بتاعياني. تمام? كل ما نفسها تكون الديامتر بتاعها كبير يعني حجمها كبير. هيدي لك ايه اكتر فبالتالي هيدي لك ايه سرنسة اكتر. هيقول لك هنا كان بيه كريزد. كان بيه كريزد بوسط ايه? لما يحصلوا هيبر اوتروفي. هيبر اوتروفي. ويحصل فيه اه عضلة هيحصل فيها تمام? فبالتالي لما تيجي يعمل نفسه هيزيد الحجم بتاع اللي هي لكن مش هيزيد عددها. يزيد الحجم بتاعها بس. تمام? قال لك النبرة في دورينج الاكسرسايز. اه كل ما يزيد لدي اللي سكنت اقيل لكم عليها. لما يزيد تمام? تمام? اللي هو عدد الالياف هو عدد اللي بتنقبض. كل ما تزيد. اه فبالتالي ايه هيزيد عندك مين? او او يزيد عندك. تمام? وهنا دول اه جايدلاينز تمام? اه قال لك الاكسرسايز. لما تلعب يعني مثلا ايه تحط انت اه زي ما كبيرة تمام? عن اللي بتتحملها العضلة العادية في الوقت العادي يعني. فبالتالي هيزود عندك بسبب ان هو هيعمل في الكلام ده. تمام? قال لك المسل تنشن بيانكريز سواء في الهاي لود او اللاو لود. تمام? سواء انت مثلا بتشيل الم او بتشيل مثلا باب. فبالتالي انت كده بتعمل تنشن في العضلة. تمام? قال لك المسل مست بي اككسايرز طبعا احنا عارفين انا بتنزل انت تلعب في الجيم فلازم توصل لحاجة اسمها فشل العضل اللي هو الفتيج. عشان يزود عندك الهايب وارتروفي. تمام? فبالتالي هيزود. قال لك الفريق لازم تنوع في ببساطة. يعني انت النهاردة نزلت تشيل خمستاشر. تمام? بعدها بقى اسبوعين لازم تشيل يعني تغير في الوزن انت بتحطه على العضلة. تمام? عشان ايه? عشان تتضور اكتر. بعدين عندي ايه? اللي هي التا伊ف زي ما احنا عارفين والايزوتونيك في من وين اي زي ما احنا عارفين بس ما ما فيش يعني معناها ما فيش تغير في اللمس بتاع العضلة او ما فيش تغير في اللي في جوينت تمام? في منه نعين تمام? ده عندك في المصل تمام? طب في المصل تمام? بعدين في المصل تمام? طيب عندنا كل ده بيتجمع مع بعض بيبقى فيه تنسيق ما بين الحركة بتاعت البرايم موفر والانتاجونست والسينرجيس والبكتستور عشان يعمل لي اي حاجة اسمها سموث كوردونيت موفمنت تمام? عشان يعرف ايه يعمل الحركة بدون اي ايه يعني الحركات اللي بتطلب انها مجموعة من العضلات تشتغل مع بعض تمام? لازم بقى فيه توافق ما بينهم عشان يديني كوردونيت موفمنت سموث ماشية بسلاسة تمام? طيب قال لك البرايم موفر زي ما احنا عارفين اللي هي الاغونست تمام? ديت المصل اللي هي النشيط اوبرفون والموفمنت الل öl واي انا عاوزها اللي هي الي لو اشتغلت اللي هي بتعمل العضراء اللي هو بتعمل او فعشان كدة طيب بتبقى لما DB تتحرك تمام? السينرجيس دي اللي هي العضلات اللي بتساعد اا اا lots في بتها سواء بت منع حركة انا مش عاوزها تمام? او بتامل او اا او بتساعد في الحركة اللي انا عاوز اعملها تمام? طيب ديت اللي بتظبت تمام? او بتعمل تمام ده بتعمل تمام ده بتعمل تمام ده نظام طيب قال لك ان نظام التامرين يعني كالهوية او حاجة كويسة ان تتمرر من من ساعة لساعة نص تمام طيب السمحة ازاي قال لك من خمس لعشر دقيق هتبقى تسخين طيب بعدين تاخد لك من تلت ساعة لنص ساعة تعمل و ايه هي اللي هي زي الحاجات دي تمام وبعدين تعمل دي بتاخدها من خمس لعشر دقيق طيب ايه ببساطة انت لما بتلعب مسلا فتمتجيش لما مسلا عملت ساعة بتاتك برح توقف مرة واحدة لا تاخد خمس لعشر دقيق تمشي بالراحة تمام عشان بس ما يعملش ضغط على ايه على والحاجات دي دي تعمل من خمسة لربع ساعة اللي هو نفسه اللي هو من من تلت لنص ساعة تمام طيب وبالنسبة دي ستبقى متوضحة في دي طيب هو على تمام على حسب الهدف بتاعك انت عاوز تعمل هتلعب تمام وتعمل من ثلاثة الخمسة تمام او ثلاثة سبعة زي ما قال الدكتور المهم يبقى بتاعتك تبقى قليلة تمام طيب لا انت عاوز تزود اللي هو قدرة التحمل عند المصل يتبقى عندك من ثلاثة ستس لاربع ستس والريبتيشن بتاعتك بتبقى من خمستاشر لخمسة وعشرين تمام طيب قال لك للبيجينر البيجينر الناس مبتدل لسه اول مرة تلعب تمام هيتبقى تدل وان ست والريبتيشن بتاعته بتبقى من ثلاثة لخمسة تمام طيب لازم برضو ايه تسيب فترة راحة ما بين الستس وبعضها فترة راحة ما بين المجميع دي بتبقى من دقيقتين في النورمال تمام اما البعض بيقول لك بيستخدموا اقل اللي هو مثلا بتشوف واحد بيرايح بس اه نص دقيقة تمام او تلاتين سانية بيستخدموا مثلا الخمس دقايق اه بيقول لك يعني ما تستخدم دي بتستهدف انت كزا اللي هو مسلا وتستهدف مسلا النيرون تمام عشان تعمل توفق العصبي وتزبط اللي اجازة مع بعض تمام متابق سرساز ده ده انت بتحدده على حسب انت بتستهدف ان هي عضلة وان هي جوينت تمام ممكن تستهدف التمرين بتاعك ممكن يبقى التمرين مركب فبالتالي بتستخدم تمام او اه تمرين بيخص عضلة معنا او جوينت واحد اللي هو بقى سنجل جوينت هنا الصورة ديت بتوضح اللي هي حتة تمام انت عاوز تتخصص بالنسبة للسيرنس على تزود السيرنس عندك فتعمل اكتر من ستة ايه اقل شدة عالية بمعنى تشيل اوزان عالية والريبيتيشن بتاعتك بتبقى اقل من السسته تمام ممكن نقولها تبقى سبعة اه لو عاوز تعمل تمام بتزود تحمل بتاع المصل بتلعب بلوق او تمام بتنستي وتزود الريبيتيشن عندك تمام يبقى خمسة عشر خمسة عشر ممكن تفصل تلاتي تمام فيه ناس بتلعب بالمودرد انتنستي اللي هي ايه بتبقى مستة الكمستاشر دي ايه المتوصل يعني طيب كده انا بالنسبة لكده ايه المحاضرة خلصت كانت محاضرة بسيطة يعني مش محتاجة اي حاجة اه ان شاء الله تكونوا فهمتوها اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته